شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم التوقيع على أربع اتفاقيات تمولية ممولة بمنح من لتحد الأوروبي وتتمثل الاتفاقية الأولى في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط المرحلة السالثة للأعوام 2021-2027 لدعم تنمية القطع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط في قطعات السيحة المستدامة وتراث الثقافي والصناعات الإبداعية والثقافية والتحول الرقمي والزراعة والأغذية الزراعية وتتمثل الاتفاقية الثانية في برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر بإجمالي 25 مليون يورو فحين تهدف الاتفاقية الثالثة والمتمثلة في دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو ذلك لدعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر هذا وتتمثل الاتفاقية الرابعة في مشروع التدابير الخاصة بتعزيز القدرة للقارة الإفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو التي تهدف إلى تعزيز تصنيع المحلي للقاحات ترجمة نانسي قنقر